كل سنة وانتو طيبين عيد سعيد على الجميع عيد سعيد على كل الإنسانية وكل العالم وعيد عمال سعيد بالمناسبة ودي حاجة مهمة جدا الناس اللي زي حالاتي اللي هم بيبقوا حدفين يسار ما بحابش أنا كلمة حدفين شمال دي لأنه اسمها والسمعتها وترددها العام مش لطيف اللي حدفين يسار حبتين أو المركزين اللي زي حالاتي بيبقوا ناس دايما طول الوقت نظن يعني وانا اتمنى ان احنا يكون ظننا صحيح وتبقى انحيازاتنا كاملة مش هقولك حقيقية احنا فيه ظننا انها حقيقية بس تبقى كاملة يعني وملموسة بيبقى فيه عندنا كده انحيازاتنا الفكرية بنحاول طول الوقت دفاعا عن حقوق العمال والكادحين والفلاحيين والمزارعين وما الى ذلك ويمكن المزيع بشكل شخصي طول الوقت بيبص على ما قد تطلق عليه القضية دي بشكل مركز جدا وعن قرب وعن كثب زي ما بيتقال كده في نشرات الاخبار اللي بيقدموها زميلي الاعزاء المحترمين بس تا قوي قوي لما بنلاقي انه فيه ناس للأسف الشديد لما بتيجي تتكلم تيجي يقولك ايه مثلا ايه واين الدولة من الكادحين والعمال والفلاحين والمزارعين هو السؤال في حد ذاته ان كان سؤالا ما فيهوش الاستنكار انا اقدر افهمه لانه من حقك دايما ان انت تسأل ومن حق الطبقات كلها انها طول الوقت بتنادق بتنضل علشان حقوقها وازن انه دايما بييجي على رأس الحقوق هي حقوقنا المالية والاقتصادية ده طبيعي وما اللي احنا هنفتح البيوت منين يعني سيبك منين احنا احنا الطبقات المتوسطة او بيسموها كده البرجوازية العليا اذا صح التعبير في بعض الاحوال يعني لكن العمال العمال اللي هم بيشتغلوا باديهم اللي بيكسب لقم تعيشه بالمعنى الحرفي من عرق جبينه احنا الناس اللي قاعدة في المكاتب الناس اللي قاعدة في التكييف قاعدين على طرابزات شي هيك لكن في زي زميل اللي موجودين هنا الاسطوات العشرة على العشرة اللي الشغلانة بتقطن ظهره بالمعنى الحقيقي اللي تلاقيه واقف على سلم واللي تلاقيه مش عارب بيعمل ايه وبيسوي ايه اللي بتلاقي عرقه مالي وشه نقدر نستسني مديرين التصوير ده البرجوازية عليا زي حالتي كده وان كان في بعضهم بيشتغل على الكرين زي يسمح صيام ده بيتطلب عضلات بس يعني معلش شبهتو زميل التانيين الحقيقة اولى بهذا الذكر زي اخواننا العمال اللي موجودين جوه المصانع واخواننا المزارعين والفلاحين اللي موجودين جوه الحقول والاراضي المختلفة لكن باعتبرنا ان احنا بنتكلم عن عيد العمال بالمعنى الحرفي لكلمة عيد عمال واللي نشأ وظهر في العالم باعتبره للطبقة الكادحة رمز العامل اللي لابس الافرول وماسك في ايده المفتاح الانجليزي وما الى ذلك بتطوراته فيما بعد من ادوات قد تكون متطورة كتير هذه الانحيازات غابت عن بلدنا انا اظن لحوالي اربعين سنة هتيجي تقول لي بس دايما كان فيه المنحة ريس هقول لك كل ده كان جميل بس ده كان فتات بيجرى وقتها والمنحة ريس كانت دائما هي الدولة تجاه عاملين يعملون في قطاع الدولة اللي هو القطاع العام عمال الحكومة يعني وكويس مش هقول لك وحش المهم ان كان يبقى ايه نظرة للعامل لأول مرة من سنين طويلة تشوف الدولة وهي بتقرر او تحدد انه يبقى فيه حد أدنى للأجور لمرتبات العاملين بالقطاع الخاص لأول مرة ده يحصل من سنين طويلة السؤال أليس هذا الحيازا؟ في ناس فرحت جدا بمسألة حديث الرئيس حول الحوار السياسي الموسع والمفتوح وإعادة تشكيل لجنة العفو وده شيء رائع وتقدر تسميها فكرة الانفراجات الفكرية والسياسية اهم حاجة انه الاطراف الاخرى يعني الدولة تدعو الى ذلك فالاطراف الاخرى من المعارضة تستوعب هذا العرض بمنتهى الحكمة والزكاء لازم تستوعب ده بحكمة وبزكاء بس انا اشوف انه ما يحدث في انحيازات او من انحيازات للعامل وبذلك بتوع القطاع الخاص لانه القطاع الخاص دول دايما يعيني مضغطين لانه مفيش حاجة بتقول انه يحصل كان على حد أدنى ولا في حاجة هتحدد له علوته الدورية عاملة ايه واظن بيبقى حدها تقريبا 3 او 4% ده الحد بتاع الحد الأدنى فممكن يبقى صاحب الاستثمار يقرر انه 3% وكل سنة همتوا طيبين واللي مش عاجبوا يسيب الشغل ويمشي عارفين كده طريقة الرأس مالية المتوحشة انا استثني من ذلك بالكتير بالكتير 10-15 مستثمر ضخم او الملياردرات الكبار اللي بيتحكموا يعني في جانب كبير من الاقتصاد الخاص في مصر وكويس الاقتصاد القطاع الخاص اهلا وسهلا مش مختلفين بس نظرة يا مؤمنين نظرة للعامل مش بس في عيد العمال علشان المناسبة رئيس الدولة ينظر الى عمال مصر اشتركوا في القناة